برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية وتمويل الإرهاب ثلاث قضايا مفصلية يتفق عليها سبعون نائبا ديمقراطيا ومثلهم جمهوريون برسالة موجهة للرئيس بايدن تحثه على إبرام اتفاق شامل مع إيران الرسالة أتت مسبوقة بمشروع قانون إسراء وهو قانون مراقبة رفع العقوبات عن إيران يقدم من قبل واحد وعشرين نائبا جمهوري عراب القانون العضو الجمهوري مايك مكول شدد على بقاء العقوبات وإقرارها بشكل دائم أتى ذلك في جلسة للجنة العلاقات الخارجية استمع فيها لإفادة وزير الخارجية أنتوني بلينكين على الاتفاق القادم أن يحتوي على كل ما نريد فرض عمليات التفتيش من قبل المنظمة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت وأي مكان بما في ضمنها المواقع العسكرية والتعامل مع برنامج إيران للصواريخ البارستية والفرض على إيران وقف عملياتها العدائية في المنطقة وبصورة دائمة ووقف دعم المنظمات الإرهابية وأخيرا الطلب من إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكان وفوق كل شيء أنا أحثكم على التأكد من أن الاتفاق يحتوي على مصلحة الشعب الأمريكي لا يمكننا الدخول في اتفاق مع إيران من خلال كبسة على زر لقد انسحبوا من الاتفاق قبل ثلاث سنوات والإيرانيون ابتعدوا أكثر وأكثر من التزاماتهم وسيكون هناك الكثير من التحديات التي ستواجهنا عندما دعا الاتحاد الأوروبي أطراف الاتفاق وفي حالتنا كطرف سابق في الاتفاق للبدء بالحوار نحن وافقنا فورا لكن الإيرانيين رفضوا الآن الكرة في ملعبهم إذا ما أرادوا أن يبدأوا بمسار دبلوماسي حملة من الضغوطات تمارس على البيت الأبيض يتوافق فيها نواب جمهوريون وديمقراطيون تقارب سياسي نادر عنوانه الضغط على إيران سلام الموزاني اليوم واشنطن